السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الاول السنة ويأهلم بكم في الوحدة الاولى في يونت وان اللي هو ده الوحدة الاولى في يعني ايه في البداية هنتكلم لو انا عندي مثلا حاجة زي اللي احنا رسمناها دي احنا عايزين نقيس اللين ثبتها عايزين نقيس طولها هنقيس طولها ازاي احنا دي بنسميها يعني كمية غير معروفة عشان نقيسها يبقى احنا هناخد الكمية الغير معروفة دي ونقرنها بكمية تانية كمية معروفة يبقى احنا كمية المعروفة بنسميها وكمية غير معروفة هنسميها فاحنا الخط اللي احنا عايزين نقيس اللين ثبتها يبقى ده اسمه هنقيسه باستخدام الرولر والرولر دي هنسميها يبقى احنا عملنا حاجة اسمها يبقى دي هنقول عليها يبقى احنا بنقارن كمية غير معروفة بكمية معروفة تاني بنقارن كمية غير معروفة بكمية معروفة الكمية الغير معروفة هنا اللي الخط اللي احنا رسمناه ده والكمية المعروفة اللي هي الرولر اللي قدامنا دي بنسميها يبقى احنا قرننا يبقى نقولها تاني برضو نفس القصة لو احنا معنا اه اه حاجة عايزين ناسي الماس بتاعتها يبقى مسلا بسكت البسكت ده في فروت هايزين ناسي الماس بتاعته يبقى ده هنسميه طبعا هنحطه على على يبقى ده هيبقى يبقى يبقى احنا هنقارن كمية القابل اللي احنا معنا بالموازين اللي هي موجودة على يبقى احنا عملنا اه مقارنة بين وده بنسميه يبقى طبعا عشان نعمل محتاجين شوية حاجات الشوية Aphid اللي احنا بنسميها اللي احنا محتاجينها بنسميها على عشان نعمل محتاجيني اول حاجة محتاجينها حاجة بنسميها وحاجة بنسميها والحاجة التالتة اللي هي يبقى احنا محتاجين الكمية اللي احنا هنقسها وعايزين ده الاداة اللي احنا نقس بها وطبعا لازم نعرف الكمية دي بوحدة منسميها يبقى احنا عندنا ده الكمية الفيزيائية اللي هكون غير معروفة اللي هتبقى ده الاداة اللي احنا هنستخدمها ده اللي هتبقى عندنا اللي هي وفي النهاية هنعرف الحاجات دي بوحدة القياس اللي هنسميها يبقى احنا لو جالنا سؤال وقال الحاجات اللي احنا محتاجين عشان نيس بيها هيبقى عندنا حاجة اسمها هنبدأ ناخد ندرس الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول هنبدأ باول حاجة اللي هي يعني ايه بنقول ان اي كمية ممكن نقسها دي بنسميها مثلا لو احنا عندنا اي عايزين نيس مثلا عندنا الكتاب بتاعنا كتاب الفيزيكس عايزين نيس طوله فطوله ده بنسميها ليه هي لانها ممكن قابلة للقياس طيب انا عندي مسلا عندي عندنا انا عايز ايس الماس دي بنسميها طيب ليه هي لانها طيب انا عايز ايس الطايم يبقى الطايم هنا قابل للقياس يبقى دي بنسميها يبقى الفيزيكال كوانتيتيز هنقول عليها تاني يبقى الفيزيكال كوانتيتيز تاني يبقى الفيزيكال كوانتيتيز can be measured and has it's has a unit طيب الفيزيكال كوانتيتيز دول هن اسمهم لنوعين اول قسم عندنا بنسميه فانتمنتل فيزيكال كوانتيتيز ولا تاني فانتمنتل فيزيكال كوانتيتيز والقسم التاني بنسميه بقول درائيبابل 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 درييوب القسم الانتمنتل and drivable physical quantities. نيجي على اول اللي هو زي ايه? عندنا time mass temperature. length time mass temperature. دول بنسميهم basic of physical quantities. ده الكميات الاسية اللي موجودة عندنا في الفيزيكس. اللي هي ما ينفعش نشتقها من حاجة تانية. اللي هي هي كده. يعني ما ينفعش نشتقه من حاجة تاني. ما ينفعش نشتقه من حاجة تاني. ما ينفعش نشتقه. حاجة غير قابلة مش بيشتقها من من رول او من حاجة تانية. برضو كمية غير مشتقة. فدول بنسميهم يبقى دول اللي هما بنقال له عليهم ان هما beauties cannot be dissolved. وان الفنتمينتا.tar physical quantities. الاول用 ذي الان葉 المحاجن davon created by physical quantities. يبقى دول كميات مش مشتقهم من كمية تانية. يبقى which can not be cannot be drive cannot be driven. يعني غير مشتقين مش 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 مشتقنا لهم شي من كمية فزيكا تانية. يبقى الفيزيكال отнош astronomical لما كانر بي الاكزامبلس عندها اللوها وانا ممكن يجيب لي سؤال وقول لي قبل ما نقول لي عندنا ازاي الاسبيد الوارك الانرجي والفورس خلي بالنا ان ده بنسميهم الكميات المشتاقة اللي احنا نقدر نشتاقهم من اي كمية فيزيائية اخرى ودي بيبقى لهم رولز في الماثماتيكة اللي هم عدلات فيزيائية نقدر نحسبهم بيها نقدر نحسبهم بيها ده بنسميهم دريفابل فيزيكال كوانتيتيز دول بنقول عليهم اللي هم القوانتيتيز which can be drived which can be drived from other physical quantities يبقى نقولهم تاني يبقى دريفابل فيزيكال كوانتيتيز اللي هم القوانتيتيز يبقى نقولهم تاني يبقى دريفابل فيزيكال كوانتيتيز اللي هم القوانتيتيز which can be drived from other physical quantities نخلي بالنا ان الفنتمينتال cannot be drived غير مشتاقة انما دريفابل can be drived مشتاقين هنا يجي لي give reason ممكن يسألني في الحده دي يقول لي give reason السؤال اللي يجي لي give reason في الفنتمينتال فيزيكال كوانتيتيز هيقول لي ممكن يقول اللي لنثة أو time أو mass أو temperature خلبلنا ان الاربعة دول هم دول فانتمينتال فيزيكال كوانتيتيز انما دريفابل فيزيكال كوانتيتيز دول كتير جدا جدا ماشي يجي يقول لي مثلا ليه هي كمية السيئة او ممكن يقول اللي لنثة is a basic physical quantities اقولي الدفنيشن اللي هو because it's cannot be drived because it's cannot be drived from other physical quantities تاني يبقى strength. and the physical quantities. why? because they cannot be from other physical quantities. نيجي بعد كده على الطريقة والطريقة قلنا الدول اللي هم الكاميات المشتاقة اللي هنقدر نشتاقهم من حاجة تانية. زي aaa يجي يقول لي give reason. give reason speed is drivable physical quantities ممكن الاسبيد بقى فيلاسيتي وارك انرجي فورس and then الداي حاجات كتير جيدة يقول لي الاسبيد از الاسبيد از اقول له ايه اقول له الديفنيشن زي ما احنا شايفين because it can be from other physical quantities ويبقى احنا خدنا الاسبيد ده اول حاجة بنستخدمها عشان نعمل ده اول حاجة في اللي هو the physical quantities اللي هي اي كمية فيزيائية قابلة للكيز ونطس any quantity that can be can be measured ممكن بدل measure not determined and has a has a unit قلنا فيه الفنتمينتل ودريبابل الفنتمينتل لما cannot be drived ودريبابل لما can be drived from other physical quantities ننتقل الى جزء تاني هو هو system that define the fundamental basic اللي هو الفيزيكال quantities and its own measuring units احنا كده رحنا للجزء التاني اللي هو number two اللي هو units of physical quantities the units of physical quantities احنا عندنا في 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 ال units of physical quantities عندنا اكتر من system موجود عندنا زي اول system اللي هو موجود اللي هو الفرنش system وعندنا 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 او بنسميه يبقى تاني يبقى الفرنش سيستم والماتريك سيستم او بنقول عليه الانترناشنال سيستم اف يونت نيجي ناخد ونشوف هناخد طبعا اللي هما الفنتمينتل هناخد اللي هما اللي هما والماس and time وهنشوف تضيعوا في اليونت بتاع كل واحدة فيهم في الفرنش سيستم والبرش سيستم والماتريك سيستم نبدأ بنومبر وون اللنث اللنث ده في الفرنش سيستم اليونت بتاعتها ميتر اتبقوا في البرش سيستم اليونت بتاعتها وجود وماتريك سيستم هتبقى ميتر يبقى تاني اللنث في اليونت of length in french system is centimeter. and purchase system is food. and metric system is meter. ده اول quantity معنا. second quantity اللي هتبقى معنا المس. في الفرنش system هتبقى gram. والpurch system هتبقى bound. والمترك system هتبقى kilo gram. kilo gram. يبقى المسيورة 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 في الفرنش system is gram. and purchase system bound. and metric system is kilogram. number three. عندنا ال what time? the time. the unit of time in french system. second. purchase system also second. metric system also second. يبقى احنا عندنا length. length. the unit of length. في الفرنش system ده سنتيمتر. the purchase system food. the metric system meter. المس. the unit of mass. في الفرنش system gram. purchase system bound. the metric system kilogram. the time. في الفرنش system second. الفرنش والمترك. كلهم زي بعض نفس اللي هو السكن. نيجي على كده ناخدهم عندنا ونعرف الكوانتيتي واليونت بتاعتها. اول حاجة عندنا length. احنا نسألين length. طبعا احنا نشتغل ده النظام الدولي للوحدات. اول حاجة عندنا length. اللي هو اليونت بتاعته. المس كيلو جرام. الطايم. ده امبير وده احنا اخذناها الكونسبت ده اخذناها في السنة اللي فاتت. في اه. وده ان شاء الله هناخده فيما بعد. في الاماونت اوف ماتر ده مول وده ان شاء الله هناخده في وحاجة اسمها اللي منستي ده كانضلا. يبقى احنا نقول الاكزامبلز تاني عندنا ده اليونت بتاعته ميتر. الماس كيلو جرام. الطايم ساكند. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على اليونت اللي هو تاني حاجة في اللي هو اليونت. قلنا في عندها اللي هو وخدنا اليونت لللنث والماس وخدنا شوية عندنا وعرفنا اليونت بتاعتهم. يبقى احنا الحد اللي اخدنا وخدنا اليونت. نيجي لحاجة تانية اللي هي دول اللي هم ادوات ده حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا عدت علينا كتير جدير جدا جدا جدا. ادوات ايه الادوات اللي احنا بنستخدمها عشان نقيس بيها. ده هنسميها طبعا احنا هناخد في اللي هما بنقول عليهم ادوات ده اللي احنا هنستخدمهم عشان نيس بيهم. طبعا احنا هناخد مش هناخد كل احنا هناخد تلات حاجات قسيان اللي هما وده سهلين جدا وعدوا علينا قبل كده. نيجي على اول حاجة اللي هنده هي طبعا عندنا ده او بتسميه اللي هو موجود عند الراجل الترسي اللي احنا بناسبه يبقى ده او 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 رولر ده اللي همعنا في بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عشان نسطر بيها يبقى رولر ده طبعا عندنا حاجة اسمها واخر حاجة عندنا حاجة اسمها يبقى احنا لو كلمنا يبقى عندنا والدول بيستخدامه في الميكانيكس اللي هما بناسبهم الحاجات الزوارة جدا والحاجات اللي هما الانجل والحاجات دي. دي كده يبقى نيجي بعد كده على الماس. اول حاجة عندنا حاجة اسمها ده كان البلانس اللي بيستخدموه زمان. عندنا طبعا اللي هو المشهور واخر حاجة اللي هي موجودة عندنا في البيت في الكاتشن عندنا اللي هو ديجتل بلانس. يبقى نيجي نمبر ثري اللي هو الطايم. الميجينك تولس طايم على الحاجة اللي هستاب ووتش. في عندنا كمان وفيه كمان عندنا اللي هو الاور جلاس. دول كده بنسميهم الميجينك تولس. يبقى لو كلامنا على الميجينك تولس هنقول الميجينك تولس. نيجي لحاجة التانية اللي هما ستاندرد ميتر. ستاندرد ميتر احنا ناخد حاجة اسمها اللي هي الساندرد اللي هما ادوات القياس اللي هي المحددة اللي هما بدأوا يستخدموها الزمان عشان يقيسوا عليها. فاحنا هناخد تلات حاجات اللي هي الساندرد ميتر والساندرد كيلو جرام والساندرد آآ ده عبارة عن ايه? زي ما احنا شايفينا في الصورة كده زمان جابوا آآ اسمه وميتل تاني اسمه بلاتينيوم. الاتنين سياحهم وخلطوهم مع بعض وعملوا منها حاجة اسمها ده احنا حاجة عدت علينا قبل كده اللي هما يبقى احنا عندنا جابوا آآ آآ اللي هما وسيحوم على بعض وعملوا منهم حاجة اسمها وفي اللي هو القاضيب ده عملوا فيه فحرتين. الوقاس والمسافة بين الفحرتين دول سموهم قالوا المسافة دي عبارة عن متر. عبارة عن ايه? متر. والقاضيب اللي هما استخدموه ده سموه ده محفوظ في درجة حرارة اللي هو الزيرو موجود في في متحف في احد المتحف المستخدمة لحافظ ادوات القياس. فده بنسميه يبقى احنا بنقول الستاندرد متر. هنقول. تزا ديستانس بتوين تو ان كرافت ماركس ادبوث انتوف روت ميدوف تلاتينيوم الاريديم. اللي كيبت اد زيرو تغري. تاني يبقى الستاندرد متر ده عبارة عن ايه? ده مسافة بين مفع اعلامتين موجودين في قضيب معمول مصنوع من البلاتينيوم والاريديم وده مخفوظ عند درجة حرارة الصف. يبقى تاني الستاندرد متر. ده سمنا الستاندرد متر. عملوا حاجة زيها برضو وسموها ستاندرد كيلو جرام. ستاندرد كيلو جرام. ايه الستاندرد كيلو جرام? هي عبارة عن برضو استوانا. الاستوانا دي معمولة من البلاتينيوم وعملوا لها حاجة اسمها اللي هي ابعاد محددة. وده سموها قالوا ان هي ده تعتبر كيلو جرام ان هو كيلو جرام كياسي اللي هم هيقسوا عليه الاوزان اللي هي بعد كده. وده سموه كيلو جرام. يبقى هنقول عليه. تاني. نيجي التالت حاجة اللي هي الستاندرد ساكن. والستاندرد ساكن ده عبارة عن ايه? الرقم الكبير ده. ده هو ايبقى السانية الواحدة فيها الرقم ده من اليوم. طب هما جابوا الرقم ده من اين? جابوا الرقم ده من اين? قالوا ان او بنسميه قال انه اليوم فيه والاول الواحدة فيها والمنت فيها يبقى الواحد في اه في ايت سيكس فور زيرو زيرو ساكن. الرقم ده 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 اللي موجود عدد السواني الموجودة في اليوم. طب لو احنا عايزين الايام الموجودة في السواني يبقى احنا نعمل الرقم ده. وده سموه يبقى احنا لحد اللي انخذنا حاجة اللي هي وستاندرد كيلو جرايم والستاندرد ساكن. نيجي لحاجة تانية اسمها مثلا ماثماتيكال اكويجن. طبعا الماثماتيكال اكويجن ده اللي هي المعادلات الرادية. زي اللي احنا اللي احنا بنستخدمها في الماث. زي ايه? عندنا مسلا ما نيجي نقول. يبقى احنا عندنا او دي بنسميها وعندنا الفورس ايقو الماثماتيكال اكويجن. فدول كده بنسموهم بنسموهم معادلات رياضية. المعادلات الرادية يعني ايه بقى من اللي احنا قلنا ده? هنقول ان الماثماتيكال اكويجن يبقى ده عبارة عن فورما كده بتوصف العلاقات بين الفيزيكال كونتاتيكال الكميات الفيزيهة. بنقول لها. تاني تذ اخر حاجة نقولها النهاردة ان شاء الله اللي هي اللي هي عبارة عن ايه? لو احنا عندنا ده عبارة عن ايه? ان واحد وقدامه واحد وقدامه ست صفور. طبعا اما نيجي نستخدم معادلات رادية ونبدأ نعبر بالاركام طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا جدا في الاركام الكبيرة دي. فعشان نبسط الموضوع ده ان احنا هنعمل حاجة اسمها يبقى الوان مليون ده هنعمله ازاي? هنعمله هنبقى عبارة عن يبقى احنا نشلنا الست صفار وخلناهم تان باور سيكس. طب لو عكسناها وخلناها وان اوفر وان مليون. وان مليون. زي الموضوع ده. احنا قلنا ان الوان مليون اه تان باور سيكس. طب لو هي يبقى اللي موجودة في الباور دي هنخليها بالمينس هنخلى بغير بالمينس هيبقى هتبقى هاتبقى يبقى تاني دي كده بتسميها نرفعه فوق فى الباور على حسب العدد بتاعة يعني عندنا يعني واحد وقدامه تلات صفار. يبقى اللوجيك بتاعتها هتبقى ايه? ان هتبقى طب كده يبقى احنا عندنا خمس صفار هتبقى وهكذا ده كده بنسميها يبقى هنقول عليه ايه? هنقول يبقى احنا بنوصف اللي هي كميات كبيرة او زغارة في حاجة بسيطة كده ويبقى عندنا لو احنا بنحول لو احنا بنحول يبقى نعمل ولو بنعمل زي ما احنا متعلمنا قبل كده وطبعا بنعمل ده لما يبقى باور بنطلعه فوق والباور بياخد زي ما احنا شايفينه كده خلنا هيبقى المفترض ان هو هيبقى فالتان باور سيكس بتطلع فوق بالمينس هيبقى تان باور مينس سيكس فيبقى كده خلصنا الجزء الاول من اللي خدنا فيه وخدنا فيه اللي هما واليونتس والتولز وضفنا لهم كمان حاجة بسيطة اسمها وكمان حاجة بسيطة ان احنا نستخدمها في حل المسائل يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من ان شاء الله الفيديو القادم هيكون عن الجزء التاني وهنخلص به اليونت ده هنلاقي عندنا في تحت في عندنا لينك اللينك ده هنلاقي في نزلوا واحملوا عجاز عندك وتطبعوا ان شاء الله هتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة ولو في اي اه اكتب بولي في الكمانس ان شاء الله ارد عليك ولو اعجب الفيديو ما تنساش لايك وشير سابسكرايب واشوفك على خير ان شاء الله واشوفك في الجزء التاني والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة